خلينا نكون منطقيين وأكد على كلامك في رأيي إن ما حققوا مجلس إدارة النادي الآلي بالأرقام في كل اللعبات وأنا عايز أقول هذا هو العام الأنجح في تاريخ الأهلي الإيه؟ العام الأنجح في كل اللعبات هات بطولاتك في ألعاب الصلاة وإن شاء الله الحلقة جاء نعملها لكم وبطولاتك في كرة القدم هتلاقي إن ده أنجح موسم على مستوى كل الألعاب في تاريخ النادي الآلي وأنا بشوف أنا شخصيا حاولت أدور موصلتش لإن في نادي في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ الألعاب الأخرى في سنة واحدة حقق العدد ده من البطولات في الألعاب المختلفة سلة وقدم ويده 24 بطولة فارس 24 سنة مفيش وأنا بشوف إن لازم ندور على الرقم ده ونوسقه وبجد الرقم ده مفترض يدخل أرقام الموسعات القياسية لأنه ده نجاح وأنا بشوف ده الموسم الأعظم في تاريخ أي سنة للنادي الآهلي لأنه أنت مستحيل توصل لمعادلة فيها النجاح ده كل بس النجاح ده ينسب لمجلس الإدارة أكيد بالكامل وعلى رأسه كابتن محمود القطيب ولكن في مشاهد اللي جوه بيظهر في اللحظات دي روح وكمية وفلسفة النادي الآهلي بتشوفها في اللحظات زي دي تدور عليها فين؟ في التفاصيل في مشهد زي اللي شفناه في لحظة استلام كأس أغلى بطولة للنادي الآهلي وهي كأس أفريق المشهد كان عامل إزاي؟ كان مشهد استثنائي وجود كابتن حسام غالي على المنصة بجوار رئيس نادي الوداد وسعيد الناصري وبجوار فوزي لقجع وأكيد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هذه اللقطة يا جماعة هي استثناء ودي طبعا صورة كابتن محمود الخطيب مع كابتن حسام غالي هذه اللقطة وهذا المشهد هو استثناء داخل دائرة الطبيعي في كرة القدم المصرية وأبعد قولي إن المشهد ده طبيعي هقولك لا المشهد ده مش طبيعي والمشهد ده ما بتشوفوش في حتة تانية في الرياضة المصرية والمشهد ده ليه فلسفة؟ ليه ليه فلسفة؟ وليه بعد؟ لازم كلنا نبصله بجد هاخد من كلمة قالها أسامة لإن ده مرتبط بالبعد اللي عايز أكلمكو فيه هو مين السنة اللي فاتت اللي خلونا بقى نتكلم بصراحة خدي الوحش بتاعها في الملعب كابتن محمود الخطيب المشهد اللي كان واقف فيه وإنت خسران اللقب ولعيبة الوداد بتلبس الدهب وإنت واقف حاسس بمشهد الأهلوية كلهم فيه زعلانين وكان قابلها الأمور معقدة جدا البعض كان بيقولنا نسحب والبعض شايف أن كان مفترض نتعامل مع الأمر بمشهد تاني وقف كابتن محمود الخطيب وقال زي ما أسامة قال لكم it's not fair وتحط في المشهد الوحش بتاع الموضوع أي إنسان في الدنيا حيستنى الزمن يجري وتخيل بقى بتترد أن في نفس الملعب وفي ظروف أنت بتبقى فيها البطل واجي في وجود متسبي وفي وجود لغجع وفي وجود سعيد النصري وفي وجود الناس دي كلها أقول أنا كنت صح لا لا خالص مش ده اللي أنا يهمني إنه يكون في ذاكرتك وعلى فكرة يحسب للمجلس كله إن في اللحظة دي التفكير مش كده التفكير في إن فيه رئيس بعثة اسمه كابتن حسام غالي هو محور الحدث لأنه رئيس بعثة النادي الأهلي يمثل رمزية النادي الأهلي وده اللي تعلمناه والمشهد ده جماعة مش وليد صدفة ومش وليد لقطة استثنائية ده قبلها في مباراة السوبر المصري في وجود عضو مجلس الإدارة مهند مجدي وهو واقف في وجود البعثة وبقية أعضاء مجلس الإدارة في المدرن محدش حاول ينزل ياخد لقطة وعشان كده بقول إن ده مشهد استثنائي لازم لما تجي توقف عنده تقرف إن يا جماعة الناس اللي بتسأل يعني إيه قيم ومبادئ أقسم بالله يا دي القيم والمبادئ لأن انت بتسيب للناس وبتسيب للمنظومة الرياضية وبتسيب للأجياء القيم بتقول للناس أنا غير لا عندي رئيس نادي بيغير من مدير فني ولا عندي حد بيغير من نجم فريق ولا حد عايز ياخد المشهد لوحده ولا حد بيقول أنا تاريخ النادي تاريخ النادي الأهلي بإن أنت بتعمل ده وعشان كده البعض من الحمقة وأنا هنا أقصد الكلمة فعلا اللي شاف في بطولة أو في مباراة صلاة ونزل صورة ويقول إن رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب كان قاعد برة ومنزلش لما الأهلي خسر دي أعظم بطولة وأكتر بطولة جماهيرية في القرى كلها دوري أبطال أفريقيا كانت النتيجة إيه دي رسالة رسالة إن النادي الأهلي مختلف ودايما بقول النادي الأهلي له طبيعة خاصة أتمنى الناس تحاول تقلده لو تعرف صعب تقلده والحقيقة مش بس مشهد دكتور مهند مجدي ولا مشهد بس الكابتن حسام غالي نكون هنا في آله خطة أحمر من أربع سنين مصادفين كابتن فاتح نصير صعب كابتن فاتح نصير الكابتن محمود الخطيب في بطولة براعم أو ناشئين كان الرئيس البعثة وقتها الأستاذ العمري فاروق اللي هو نائب رئيس النادي حاليا وجاء حد من لمراء العرب وطلب إن الكابتن محمود الخطيب ينزل على المنصة الكابتن محمود الخطيب رفض وقال عندنا رئيس بعثة اسمه الأستاذ العمري فاروق قال هتيجي تتواجد مع الأستاذ العمري فاروق قال لأ رئيس بعثة اسمه الأستاذ العمري فاروق وده طبيعة النادي الآلي هي قصة مسئوليات والمسئول عارف مسئولياته مش قصة حب القطاع السؤولية لا ده أنا عايز أأكد على كلامك في حاجة وانت بتقول مش دي بس استثناء أنا لم كتبت الكلام ده أسامة موسيقى